النادي الاهلي ومصدر في النادي الاهلي اكد لرقم 10 ان كولر جمع اللعبين وجمع معوني وقال للعبين الفترة اللي فاتت كان في بعض اللعبين اللي مش ملتزمة بالاوزان والقياسات وعدينا الامور وعدناها وقلنا مش هنقف عنده لكن قبل مباراة اتحاد المنستيري في دورة ابطال افريقيا لو لقيت لاعب حتى لو مهم جدا ومهم جدا للفريق وتشكيلة الفريق حسيت انه مش جاهز بدنيا مش ملتزم بالاوزان والقياسات هستبعده تماما من المباراة فقال لهم الفترة دي انا متفاهم ان احنا لسه في البداية لسه جايين من بعض اللعبين جايين من فترة راح قال لهم قبل المباراة مش هيبقى فيه هزور بالمناسبة كولر كمان سأل على الجماهير في المباراة طلب انه يبقى فيه حضور جماهيري كبير هم كانوا فراجوه على عدد كبير من فيديوهات جماهير النادي الاهلي على اليوتيوب يعني وقلوه دول جمهور النادي الاهلي الفريق اللي انت بتدربو وقال انا عايزة اشوف الجماهير ده يتمالي المدرجات في مباراة اتحاد المنستيري او المباراة الرسمية ليه وطبعا هيبقى فيه طلب من النادي الاهلي بدخول الجماهير في هذه المواجهة حتى لو بعدد معين نتمنى طبعا أنه هو بعدد كبير عدد الجماهير للمدرجات شيء كلنا نفرح بيه